اهلا بكم مشاهدين الكرام والبداية مع العنوين بصليات صاروخية هي الاكبر منذ بدء الحرب المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مصانع عسكرية ومواقع للقيادة الشمالية لجيش الاحتلال في طبرية وصفد وميرون وغيرها حزب الله يوسع عملياته كما ونوعا وعمقا دوي صفرات الانذار هي او في اكثر من ستين مستوطنة وخمسون الف مستوطن اضافي في الملاجئ شهداء بقصف اسرائيلي استادف منازل في مدينة غزة ومناطق شمالية القطاع والمقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال في محور لتسريم بعد استهدافها ميناء حيفا المقاومة الاسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا في امر شراش بالطائرات المسيرة المقترح الذي قدم الينا جرى تعديله بما نراه مناسبا ادخلت بعض التعديلات والمطالب من المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية تسلم ردها على المقترح الامريكي للوسطاء وبيان لحماس والجهاد يؤكد الجاهزية للتعامل الايجابي من اجل الوصول الى اتفاق ينهي الحرب البداية هذه المرة من جبهة الاسناد اللبنانية حيث انطلقت صليات صاروخية مكثفة وكبيرة من جنوب لبنان نحو الشمال الفلسطيني المحتل وصفها الاعلام الاسرائيلي بانها الاكبر منذ بدء الحرب اذا مواقع الاحتلال وما صانعه العسكرية في عمق فلسطين المحتلة في مرمى عمليات وصفها اعلام تل ابيب بانها الاكبر من حيث العدد والنوع صليات عديدة من الصواريخ اطلقت تفاعا منذ صباح اليوم من بينها اكثر من مئتي صاروخ خلال ساعة واحدة واقرت وسائل اعلام اسرائيلية باصابة مباشرة لشركة جرافييل العسكرية المقاومة الاسلامية في لبنان اعلنت استهداف مصنع لصان للصناعات العسكرية في مستوطنة ساعسع وهو متخصص في تدريعي وحماية الاليات والمركبات لمصلحة جيش الاحتلال وقالت ان الرد هو اسنادا لغزة وفي اطار الرد على الاغتيال في بلدة الجوية واصابة مدنيين كما اعلنت استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازينها في عمي عاد وخلال عملياته الاستهداف فدوت صفارات الانذار في اكثر من ستين مستوطنة وسائل اعلام اسرائيلية ذكرت ان الملاجئ فتحت حتى مبعد حيفا ودخل اكثر من خمسين الف مستوطن الى الاماكن المحصنة كما اكدت وسائل اعلام اسرائيلية من قطاع الكهرباء في اماكن كثيرة في صفض من جراء صالية الصواريخ الاخيرة التي اطلقها حزب الله اشتركوا في القناة المقاومة الاسلامية في لبنان اعلنت ايضا ان مشاهديها قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وادارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المتفعية وسائل اعلام اسرائيلية تحدثت عن سبعين صاروخا باتجاه ميرون والجليل الغربي وقد سمعت صفارات الانذار للمرة الاولى في بيتجان هذا واوردت وسائل اعلام اسرائيلية ان 21 فريق اطفاء وانقاذ يعملون بمساعدة ثمان طائرات اطفاء على اخماد الحرائق في كل منطقة لواء الشمال اصوات انفجارات عنيفة سمعت بشكل قوي في بيتجان غربية جبل الجرمق شمالية فلسطين المحتلة والان نتبع اخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسل الميادين علي مرتضى علي مرحبا اذا صليات صاروخية كبيرة اطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة منذ الصباح وحتى الان ما هي ابرز المواقع او المناطق التي تم استهدافها وكيف يمكن وصف المشهد الان مقارنة بالساعات القليلة الماضية في جبات الجنوب اللبناني نعم احمد بالحقيقة اذا ما اردنا ان نوصف المشهد او نقارنه في الساعات الحالية مقارنة بالساعات الماضية لا يزال المشهد مشتعلا قبل قليل دوت صافرات الانذار اكثر من خمس مرات اشتباه باختراق جوي في الجليل الغربي وفي الجليل الاعلى احدى هذه الاختراقات ادى الى او احدى هذه الاشتباهات باختراقات ادى الى دوي صافرات الانذار في مناطق عديدة من اصبع الجليل عفوا في مناطق عديدة من الجليل الغربي وكذلك في الجليل الاعلى طبعا لم نستطع ان نؤكد ما اذا حدث هذا الاختراق الجوي ام لا كنت أحاول أن أبحث عن معلومات لأتأكد ما إذا كان هناك اختراق جوي باتجاه تلك المناطق بالمجمل دوت صافرات الانذار أيضا في بيريا في صفض أيضا انذارا باختراق جوي لا تتوقف الانذارات على طول الجبهة صواريخ في البداية منذ الصباح وحتى ما قبل ساعة الآن عدنا إلى انذارات الاشتباه بطائرات مسيرة تدخل إلى شمال فلسطين المحتلة طبعا كل هذا يبقى ضمن إطار التدقيق لنرى ما إذا كان بالفعل هناك عمليات عسكرية بيئة المسيرات الانقضاضية أم لا ولكن بالمجمل المشهد كالتالي عشر عمليات عسكرية حتى اللحظة لازلنا عند الساعة الثانية عشر هذا أولا ثانيا خمسة من هذه العمليات هي تأتي في إطار الرد على جريمة الاغتيال التي حدثت في جوية وبالتالي حزب الله قام في الصباح بإشعال المنطقة الشرقية من شمال فلسطين المحتلة بطريقة دراماتيكية حيث أطلق أكثر من مئة صاروخ أكثر من مئة وخمسين صاروخ بشكل متزامن ومن أكثر من مكان باتجاه أكثر من قاعدة بعدها بدأ حزب الله ليوضح ما هي القواعد التي استودفت في البداية استودف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشة بحسب بيان حزب الله الآن تعمل فرق الإنقاذ على محاولة الإطفاء في تلك المنطقة في عين زيتيم اشتعلت المنطقة عن بكرة أبيا استحضرت الطائرات للإطفاء ما يقارب ثمانية طائرات تشارك لإطفاء هذه الحرائق بالإضافة إلى 21 فرقة إطفاء حرائق في إسرائيل تحاول أن تسيطر على هذا الحريق أيضا وبالتزامن ومن ضمن الصلية القبيرة التي أطلقت صباحا استودف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في عمعاد بعشرات صواريخ الكاتيوشة أيضا بعد ذلك أطلقت صالية صاروخية كنا قد قلنا بأن أصابت قاعدة ميرون للرقابة الجوية وبالفعل يحدد حزب الله أن ما أصيب في هذه الصالية ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشة وقذائف المدفعية يضف إلى ذلك ما حدث بثكنة زرعيت من استهدافات بقذائف المدفعية أيضا في إطار رات تلاحظ بأنه كنا أمام عملية متزامنة عملية حدثت بتوقيت واحد أطلق أكثر من 150 صاروخ باتجاه أكثر من أربعة أهداف بمناطق متوزع جغرافيا وبعيدة عن بعضها البعض يضاف إلى ذلك نوعية الإطلاقات حيث كان هناك إطلاقات بصواريخ الكاتيوشة وأيضا إطلاقات بصواريخ الموجهة وهذا ما حدث في مصنع بلاسان للصناعات العسكرية المتخصصة حيث أصيب إصابة مباشرة في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة طبعا هذا المصنع وظيفته التدريع الآليات والمركبات لصالح الجيش الاحتلال الإسرائيلي في المقابل تستمر العمليات العسكرية الروتينية لدعم غزة أيضا كل هذه العمليات التي قلت هي تأتي في إطار دعم غزة وأيضا في إطار الرد على جريمة الاغتيال بالأمس إذن حتى لحظة خمس عمليات عسكرية لا نعلم ما إذا كان الحدث انتهى لا يزال حزب الله يصدر البيانات ويقول في إطار الرد يعني لم ينهي الرد ولم يقفل القوس على الرد على هذه عملية الاغتيال كذلك كان هناك خمس عمليات أخرى استودف موقع رويسة القرن وموقع الرمثة بتلالك فرشوبة ومزارة شبعة المحتلة أيضا السماقة بتلالك فرشوبة تعرض لنيرام مباشرة من لبنان وموقع الراهب وموقع راميا كل هذه المواقع تعرضت لنيرام مباشرة من لبنان بشكل كبير ومتزام في المقابل قدائف العدو الإسرائيلي لم تتوقف أيضا منذ الصباح استهدفت أطراف التيري مروحين أطراف الجبين وطير حرفة أطراف زبقين ودي حسن في أطراف مروحين حانين وكذلك لعديسة حيث أطلقت قدائف المدفعية وقدائف الفوسفورية في محاولة لإحراق تلك المنطقة أما الطيران الحربي الإسرائيلي فقد نفذ ما يقارب الثلاث غارات على منطقة بالقرب أو بمحيط بلدة زبقين في القطاع الغربي بالمجمل هذه هي كل العمليات العسكرية والتطورات على طول الجبهة نلاحظ بأن حزب الله يرد بشكل حاسم قوي للغاية بشكل لم يحدث منذ بداية الحرب وكما سبق وقلنا في الصباح هذه عملية مركبة فيها أكثر من هدف وفيها من الكثافة من الصواريخ لم تشهدوا هذه الجبهة منذ بداية الحرب وفيها من تنويع الصواريخ والقدرة على الإصابة أيضا التنويع لم تشهدوا منذ بداية الحرب الإعلام للسائيل تحدث عن أن ميرون تعرضت لصواريخ ثقيلة بينما حزب الله تحدث عن صليات صاروخية باتجاه تلك القاعدة بالمجمل نتحدث عن رد قوي للغاية ولا نعلم ما إذا كان قد أقفل هذا الرد أم أن الملف ما زال مفتوحا ننتظر طبعا التطورات على طول الجبهة مع توالي الأخبار يعني الآن يؤكدون لي بأن بالفعل كان هناك خرق باتجاه الجليل الغربي خرق جوه ولكن لا نعلم ما إذا كان هناك خرق جوه حقيقي باتجاه الجليل الأعلى ولا نعلم ما إذا كانت هذه الطائرات هي انقضاضية أم أنها طائرات رقبية لجمع المعلومات والجمع الأحربي بالمجمل ما رأينا هي أهداف موجودة مسبقا لدى حزب الله أخرجها وضربها ردا على عملية الاغتيال بالأخبار على كل حال علي كما ذكرت حضرتك منذ قليل حتى الإعلام الإسرائيلي وصف هذه الصالية الصالية تصور بأنها الأكبر منذ بدء هذه الحرب فيما تعلق بالقواعد العسكرية التي استهدفتها المقاومة اليوم طبعا هي ليست المرة الأورى التي تستهدف هذه القواعد نتحدث عن قاعدة مثلا عين نازي تيم وأيضا قاعدة ميرون ولكن بشكل عام ما هي أهمية لو نذكر المشاهدين بأهمية هذه القواعد العسكرية وكيف يؤثر استمرار استهداف هذه القواعد على التواجد العسكري للاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية في البداية لهذه القواعد أهمية مطلقة وأهمية قبرى لسيما بأنك إذا دققت بالبيانات التي يصدرها حزب الله يقول حزب الله مقر الفرقة كذا داخل القاعدة كذا وبالتالي حزب الله يفصل هذه القواعد يعلم ما فيها من مقرات يعلم من يعمل فيها يعلم أقسام الجيش الإسرائيلي التي تعمل فيها ويقوم باستهدافها هذا الأمر بالفعل هناك بعض القواعد التي استودفت سابقا كقاعدة عين زي تيم كما تفضلت أحمد وهناك بعض القواعد التي لم تضرب من السابق مثلا حينما نتحدث عن مقر احتياطي للفيلق الشمالي وهي قاعدة تمركز احتياطية وفيها مخازن وفيها مخازن في منطقة عميعاد فبالتالي نتحدث عن ضرب للقدرة اللوجستية الإسرائيلية بدعم المدافع الإسرائيلية بالأسلحة والصواريخ وكذلك مثلا حينما نتحدث عن ميرون نتحدث عن ضرر لقدرة الجيش الإسرائيلي بتوجيه العمليات الجوية وبرقابة الأجواء في شمال فلسطين المحتلة أما عن الآثار فنرى بأن الآثار تظهر بعد ذلك يعني ميرون بالضرب الذي ضربته منذ بداية هذه الحرب أمنت لحزب الله حرية بالعمل في أجواء شمال فلسطين المحتلة لأنها عاطبت جزء من آلياته واليوم حينما انتشرت الفيديوهات عن ضرب ميرون مجددا لاحظنا بأن الآثار الضربات السابقة لا تزال موجودة وبالتالي كل هذه القواعد كلما تضرب أحمد في البداية تؤمن ضرر استراتيجي وضرر كبير لما تقوم به ولما تفعله هذه القواعد ميرون تضرب الرقابة الجوية المقرات الأسلحة ومخازن الأسلحة تضرب القدرة على تحديث الأسلحة وإرسال الذخائر إلى الجبهة بالإضافة إلى ذلك ضرب المقرات الاحتياطية يعني حزب الله يقول أنا أرى كل شيء أنا أعرف كل شيء لدي المعلومات عن كل شيء والأهداف موجودة في جيبي وبالتالي هذا الأمر خطير للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي بدأ بالفعل بإرجاع قواعده العسكرية إلى الخلف يعني نرى بأن المراكز المستحدثة مثلا هنا في الجليل الغربي كان هناك مركز مستحدث تم تغييره إرجاعه إلى الخلف لعشرة كيلومترات حزب الله رأى ذلك وضرب هذا المركز بالمجمل ضرب هذه المقرات سوف يضعضع القدرة على السيطرة على الأرض وسوف يلقي بظلاله على الجيش الإسرائيلي الذي سيبحث لحماية هذه المقرات لضمان استدامة العمل الحربي على طول الجبهة وبالتالي سوف يؤدي إلى تراجع هذه المقرات إلى الخلف وبالتالي مع تصريح السياسيين بالاقتراب أو إبعاد حزب الله لخلف الليطاني نرى بأن المقرات العسكرية الإسرائيلية بدأت تخرج باتجاه عكا وباتجاه طبرية وباتجاه صفد وصولا إلى نهارية وصولا إلى حيفا بدأت تتراجع هي هذه المقرات الرئيسية والاحتياطية والمقرات المستحدثة وبالتالي انقلب السحر على الساحر ما يطلبه الإسرائيليون أو ما يريد فعله الإسرائيليون في لبنان فعله حزب الله بهم بالنار وعلى الأرض عبر إرجاع هذه المراكز وضرب هذه المقرات شكرا لك على كل هذه المعلومات تعالي مرتضى مراسل الميادين كنت معنا من جنوب لبنان وفي إطار عملياتها اليوم أيضا أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع الرمثة في تلالك فرشوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة المقاومة الإسلامية كانت قد نشرت مشاهد الاستهداف سابق لموقع الرمثة المقاومة الإسلامية كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع رويسة القرن في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبته إصابة مباشرة كذلك استهدفت موقع السماقة في تلالك فرشوبة اللبنانية المحتلة وكانت قد نشرت مشاهد من عملية استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة المطلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المقاومة الإسلامية في لبنان كانت قد نعت القائد طالب سامي عبدالله الملقب بالحاج أبو طالب شهيدا على طريق القدس ووفق بيان للإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية سيوارى الشهيد ثرى اليوم في بلدته أعدشيت في جنوب لبنان كما نعت المقاومة الشهداء علي سليم صفان ومحمد حسين صبرة وحسين حميد الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس بحرب المسيرات يصفون في إسرائيل فشل منظومات الدفاع الجو في اعتراض مسيرات حزب الله الانقباضية التي وصلت إلى حيفا تقرير منال إسماعيل فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراض مسيرات حزب الله التي تطلق باتجاه مستوطنات الشمال المحاذية للحدود مع لبنان مرورا بعكة ونهارية وصولا إلى حيفا واعترافه بأنها باتت تمثل تهديدا لا حلول سحرية له ويصعب التغلب عليه دفع محللين إلى القول أن حزب الله يدير حرب مسيرات في مقابل الجيش الإسرائيلي مسيرات حزب الله المتفجرة هي مشكلة كبيرة في الجيش الإسرائيلي يكسرون رؤوسهم لمعرفة كيف يتصرفون معها في تشكيل الدفاع الجوي الإسرائيلي يفشلون في اعتراض مسيرات حزب الله المتفجرة وبنحو المتناقض يوضحون لنا أنه من الأسهل بالنسبة إليهم بكثير كشفوا اعتراض مسيرات من إيران والعراق وسوريا وحتى اليمن البعيد عن اكتشاف واعتراض مسيرات حزب الله إنه تحدي كبير في المقابل فإن نجاح حزب الله للمرة الخامسة في إسقاط طائرات الجيش الإسرائيلي من دون طيار التي تنتهك الأجواء اللبنانية يمثل ضربة لما يصفونه في إسرائيل بالتفوق الجوي الإسرائيلي في سماء لبنان ويبعث برسالة واضحة عن المفاجآت التي يخبئها حزب الله لإسرائيل إذا وسعد دائرة القتال في الشمال ناصر الله يبعث لنا برسالة بسيطة أولا هو يضرب التفوق الذي كان لإسرائيل فلم تسقط أبدا مسيرة للجيش الإسرائيلي بصورة عملانية وقد حدث هذا أكثر من مرة وهو يشير إلى قدرات من ناحية الكشف والتحديد وفي هذا أيضا رسالة أخرى من نصر الله الذي يقول أنا أعرف كيف أسقط لكم طائرة أف خمسة عشر وأف ستة عشر وفيما أشار خبراء إلى أن حزب الله يبتكر أسليب ويمتلك وسائل تكنولوجية قادرة على الالتفاف على منظومات الكشف والدفاع الجوي الإسرائيلية حذر أخرون من أنهم في الجيش الإسرائيلي يقدرون أن قدرات حزب الله كما يظهرها في الأشهر الثمانية الماضية قد تسمح له بدرب تشكيل الدفاع الجوي الإسرائيلي وتعطي له منال إسماعيل الميادين في غزة يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع مستهدفا العائلات والمنازل السكنية وقد ارتقى فجر اليوم عدد من الشهداء في غارات استادفت منزلا بحي الدرج وسط مدينة غزة كما ارتقى ستة في غارات استادفت منزلا في حي الشجاعية فيما استشهد أمس عدد من أفراد عائلات التلباني في قصف منزلهم في منطقة الزوايدة وسط القطاع المزيد من الشهداء يرتقون في المنطقة الوسطى في عدوان اسرائيلي متواصل على منازل المدنيين المأهولة هؤلاء هم أحدثوا ضحايا الغارات الإسرائيلية على المنطقة الوسطى وتحديدا منطقة الزوايدة عائلة التلباني بينهم الوالد واثنين من أطفاله ارتقوا في استهداف الاحتلال لمنزلهم هذه الليلة والأطفال أيضا هم أكثر الضحايا لا يجري تحضير هذه الجثامين كما تشاهدون استعدادا لنقلهم والصلاة عليهم ودفنهم وهؤلاء الشهداء بطبيعة الحال أو هؤلاء الشهداء نتيجة اعتداء اسرائيلي على المنطقة الوسطى بعد أسبوع شهد مجازر مروعة بحق سكان المنطقة الوسطى ولا سيمة بعد مجزرة النصيرات التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحة طبيعة الحال أعداد الأطفال الشهداء نتيجة العدوان المتواصل هي أعداد كبيرة للغاية نتيجة هذا العدوان المزيد من الشهداء أعداد أخرى من الجرحة يجري التعامل معها داخل المستشفيات أو مستشفى شهداء الأقصى وبطبيعة الحال صور هؤلاء الأطفال تفند مزاعم الجيش الإسرائيلي الذي يدعي في كل مرة أنه يستهدف البناء التحتية للمقاومة الفلسطينية من مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع أحمد غانم الميادين ولأن نتابع آخر التطورات في قطاع غزة مع مراسل الميادين أحمد غانم ينضم إلينا الآن مباشرة من خان يونس أحمد مرحبا إذا نبدأ من آخر التطورات في خان يونس حيث تتواجد أنت الآن وبحسب آخر المعلومات هناك اشتباكات أو تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في رفح بالتحديد في مخيم الشبورة في وسط المدينة ماذا في التفاصيل التي توفرت لديك؟ هذا صحيح أحمد الجيش الإسرائيلي دفع بقوات عسكرية كبيرة إلى مخيم الشبورة بعد أن كان قد انسحب جزئيا من المخيم بعد العملية الكبيرة التي نفذتها كتائب القسام قبل يومين بعد تفجيرها منزلا تحصن فيه عدد من الجنود والضباط الإسرائيليين أكثر تحديدا في منطقة أبو الصابر في قلب مخيم الشبورة للاجئين الفلسطينيين وأودى بحيات عدد من الجنود والضباط الإسرائيليين بعد هذا الانسحاب الجيش الإسرائيلي ضرب المخيم بالطائرات بحسب مصادر ميدانية فإن الجيش يلقي قنابل شديدة الانفجار وشديدة التدمير وهذا ما جرى أيضا قبل قليل حيث دفع الجيش بتعزيزات عسكرية كبيرة مهد بغطاء ناري كبير من الطائرات الحربية وكذلك بالقصف المدفع السجادي العنيف دمر عدد كبير من المنازل في مخيم الشبورة وذلك ليمهد لقواته من أجل الدخول إلى قلب هذا المخيم ربما ليمسح ربما عار ما تعرضت له قواته الإسرائيلية في مخيم الشبورة قبل يومين وهذه الخسارة الكبيرة لهذه القوات التي أيضا تعرضت إلى الضرب بالهاون على مرتين أثناء عمليات الانقاذ التي فيما يبدو تأخرت كثيرا وأدت إلى مقتل وأدت إلى طبعا مقتل عدد من هؤلاء الجنود الإسرائيليين على كل حال أيضا مناطق أخرى تتعرض إلى قصف مدفع عنيف بينها محيط الكراج الشرقي وكذلك منطقة وسط البلد منطقة الكراج الغربي معظم هذه المناطق الجيش الإسرائيلي يقصفها بوابل من القذائف المدفعية والمحور الآخر الذي تدور فيه اشتباكات طبعا فضلا عن مخيم الشبورة الذي تتصدى فيه المقاومة الفلسطينية للجيش الإسرائيلي وقواته المتوغلة هو مخيم البرازيل على الحدود المصرية الفلسطينية حيث سمعت هناك أصوات اشتباكات عنيفة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي وأيضا تسمع أصوات انفجارات ربما تكون ناجمة عن قذائف مضادة للدروع أحمد تطلقها المقاومة الفلسطينية باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي وكذلك قذائف هاون باتجاه تمركزات وتحشدات الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية حيث تتمركز هناك على الحدود بالقرب من بوابط صلاح الدين عدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية القصف يطال الأحياء الشرقية وكذلك الأحياء الغربية ولسيما تل السلطان المخيم الغربي الحي السعودي اليو أن دي بي معظم هذه المناطق تعرضت إلى دمار واسع علمنا من مصادر ميدانية مؤكدة من أن الجيش الإسرائيلي كان قد سير روبوتا عسكريا يشبه إلى حد كبير المجنزرات الإسرائيلية أو الدبابات الصغيرة هذا الروبوت انفجر ذاتيا في الحي السعودي طبعا أجزاء هذا الروبوت تقطعت في شوارع الحي السعودي وتسببت بدمار واسع في عدد من المنازل هناك والتقطت صور من بعض الزملاء الذين تمكنوا بالكاد من الوصول إلى تلك المناطق لبقايا هذا الروبوت بالعادة الجيش يدفع بهذه الروبوتات من أجل استكشاف المناطق وإذا ما كان هناك أي أخطار قريبة من هذا الروبوت يقوم بتفجير نفسه ذاتيا بعد أن يبث صور من الأماكن التي يدخلها هذا الروبوت إلى الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجيش الإسرائيلي أيضا يواصل عمليا استهداف المنطقة الوسطى ولسيما الأنحاء الشرقية لكل من المغازي والبريج وكذلك شرقي دير البلح على الرغم من إعادة الجيش الإسرائيلي أو انهاء الجيش الإسرائيلي عمليته العدوانية العسكرية في كل من البريج وشرق دير البلح إلا أنه يواصل قصف تلك المناطق بالمدفعية أما مدينة غزة الجيش الإسرائيلي صعد من غاراته عليها استهدف عددا من المنازل المدنية المأهولة بالسكان كان آخرها منزل عائلة عزام راح ضحية استهداف هذا المنزل خلال الساعة الماضية ثلاثة شهداء ومنزلين في الشجاعية وحي الدرج راح ضحية هذا القصف ثمانية في حي الدرج وستة في حي الشجاعية والقصف ما زال مستمرة بالمدفعية على كافة أحياء المنطقة الشرقية لمدينة غزة هذا فيما تعلق أحمد بآخر التطورات وأيضا تواصل القصف الإسرائيلي على كل مناطق القطاع بالتوازي ما الذي تم رصده فيما يتعلق بالوضع الإنساني بشكل عام إن كان في الجنوب حيث تتواجد أنت أو باقي مناطق القطاع خاصة مع صعوبة دخول المساعدات والشح في المستلزمات الطبية وإيضا المواد الغذائية وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة ما الذي يمكن قوله عن الوضع الصحي والإنساني بشكل عام أولا الوضع الصحي خطير للغاية أحمد أولا نبدأ برفح رفح كان بها أربعة مستشفيات هذه المستشفيات الأربعة خرجت عن الخدمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح دفع وزارة الصحة إلى إقامة أحد المستشفيات الميدانية غربي مدينة خنيونس بالقرب من شاطئ البحر ولكن هذا المستشفيات الميدانية لا يستطيع وحده تلبية احتياجات معظم سكان أو من تبقى في المناطق الغربية لمدينة رفح لذلك تضطر وزارة الصحة لتحويل الجرحة والشهداء إلى هنا إلى مستشفى ناصر وكذلك إلى المستشفى الأوروبي شرقي مدينة خنيونس ولكن هذا يأخذ وقتا أطول وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الجرحة حياتهم نظرا للازدحام الكبير وطول الطريق من مدينة رفح إلى مدينة خنيونس الأمر أيضا ينسلخ على هذه المستشفيات وزارة الصحة تحذر منذ عدة أيام من أن الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية التي تعمل عليها ما تبقى من مستشفيات في مدينة غزة على شفى التوقف وقالت بأن محطة الإكسجين المركزية ومخازن الأدوية ومعظم غرف وعمليات الجراحة وكذلك الأطفال الخدج كل هذه الخدمات ستتوقف خلال ساعات ما لم يتم فتح معبر رفح وإدخال ما يلزم من وقود لتشغيل هذه المستشفيات من على الناحية الأخرى إغلاق معبر رفح يحول دون إدخال الأدوية اللازمة لمستشفيات القطاع منذ مدة لم تدخل أو لم يدخل علبة دواء واحدة إلى مدينة رفح أو حتى إلى المنطقة الوسطى أو حتى إلى شمال القطاع وهذا ما قالت وزارة الصحة أنه يعمق ويصعب ويضاعف من عمل الأجهزة الطبية في قطاع غزة ولسيما أن هناك أكثر من عشرة آلاف جريح ينتظرون فرصة فتح معبر رفح من أجل السفر وتلقي العلاج في المشافي المصرية والمشافي العربية لأنه لا تتوفر تخصصات جراحة الحروب اللازمة للتعامل مع هذه الحالات على الصعيد الآخر لم تدخل شاحنة مساعدات واحدة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم منذ ما يزيد على شهر ونصف منذ بدء العملية أو منذ ما قبل بدء العملية العسكرية على مدينة رفح ولم تدخل أيضا مثل هذه المساعدات إلى سكان المناطق الشمالية اليوم حذرت مؤسسة اليونسيف ومن قبلها حذرت الأونروا من أن شبح المجاعة وسوء التغذية قد بدأ يضرب سكان المناطق الشمالية والأمر ينسلخ هنا على المناطق الجنوبية ما دخل من بضائع على المنطقة الجنوبية بدأ بالنفاذ التام من الأسواق وبالتالي قد نشهد حسب ما قالت مؤنظمة اليونسيف شبح مجاعة جديد وقالت بأن أكثر من ثلاثة آلاف طفل اليوم في بيان لها يعانون سوء التغذية وهؤلاء الأطفال الثلاثة آلاف على وجه التحديد معرضون لخطر الموت ما لم يتم فتح معبر رفح وإدخال الأدوية اللازمة لهؤلاء الأطفال وكذلك المواد الغذائية اللازمة التي قد تساعد في انتشال معظم سكان المناطق الشمالية من هذه المجاعة وكذلك أيضا في التخفيف من وطأة ظروف النزوح التي يعانيها أكثر من مليون نازح فلسطيني انتقلوا من رفح إلى خان يونس ومن ثم إلى المنطقة الوسطى في ظل تواصل العمليات العسكرية العدوانية عليهم شكرا لك زميل أحمد غانم مراسل ميادين كنت معنا من خان يونس وفيما تواصل المقاومة التصدي على الاحتلال في مختلف محاور التواغل وخصوصا في رفح نشرت قوات الشهيد عمار القاسم مشاهدة لاستهدافها مع سرايا القدس تجمعات الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ مئة وسبعة قصيرات المدى تجمعات الاحتلال في مقاومة التواغل وفي هذه الأثناء سلم وفد مشترك من حركتي حماس والجهاد الإسلامي برئاسة إسماعيل هانية وزياد النخالة رد فصائل المقاومة على المقترح الأمريكي إلى الوسطين القطري والمصري وفي تصريح صحفي مشترك أكدت الحركتان أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني ولضرورة وقف العدوان على نحو تام والانسحاب من كامل القطاع وأشرتا إلى أنهما أبدتا الجهزية للتعامل الإيجابي من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية البيت الأبيض أعلن كذلك تسلمه رد المقاومة وأن واشنطن تعكف على تقييمه القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن إسرائيل لا يمكن الوثوق بها إذ إنها لا تخضع إلا عندما تشعر بأنها غير قادرة على تحقيق النصر وشدد في حديث إلى الميادين على أن رد الحركة هو الالتزام السابق أي وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة ردنا هو التزامنا بما كنا قد وافقنا عليه وبما كنا قد أعلننا أننا سنلتزم به نحن نريد وقفا واضحا ومعلنا وكاملا لإطلاق النار ونريد انسحابا شاملا من قطاع غزة والإيواء والإغاثة دون قيود أو شروط للنازحين وأيضا الإعمار ورفع الحصار ومستعدون للتفاوض حول صفقة تبادل الأسرى عادلة المقترح الذي قدم إلينا جرى تعديله بما نراه مناسبا ووضعت عليه بعض الإضافات التي تحقق ما نريد وجرى تسليمه للوسطاء ونحن نعتقد أن الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية أولا قبل الكيان الصهيوني منذ يوم السادس من أيار مايو الماضي مسؤول العلاقات الدولية في الجفد الشعبية لتحرير فلسطين مهر الطاهر أكدى للميادين أنه لا يمكن قبول أي صفقة تسمح باستمرار إطلاق النار في غزة وأشار إلى أن المقاومة أدخلت بعض التعديلات على المقترح الأمريكي تم دراسة معمقة للمشروع الذي قدم وأبديت عليه بعض الملاحظات خاصة أن النص باللغة الإنجليزية أيضا يختلف عن النص في بعض البنود عندما دقق النص باللغة الإنجليزية هناك بعض الأشياء التي طرحتها المقاومة بعد أن ترجمنا ترجمة دقيقة من خلال خبراء النص الإنجليزي وأدخلت بعض التعديلات والمطالب من المقاومة الفلسطينية بأننا مستعدون أن نسير بطريق مفاوضات غير مباشرة ومستعدون على استعداد أن نسير باتجاه إيجابي لكن وفق محددات وثوابت معينة أكدت عليها المقاومة الفلسطينية من جديد أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن خمسين أسيرا من قطاع غزة عبر حاج الزكيم الأسرى نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع لتلقي العلاج وتحدثوا عن تعرضهم للتعذيب الشديد والضرب المبرح خلال فترة الاعتقال كسر فينا الفرحة الأسرى يموتون كل يوم لا قعاب لا أكل لا شرب هل تعلمون أن هذه الثياب لي إلا إلا 8 شهور لابسة؟ 8 شهور الوجب للأسير كوز من اللبن الأسرة كل يوم يموتون الجرب أكلهم يأخذونا ما ساكون عند الجسر وحبسونا إنه تقريبا زي شهر محبوسية ما بنعرفش من وين بيجينا الكتل ومن وين بنخبط وهم دايما مكلبشين ومعزبيين تعذيب في تعذيب قال أنتو هنا عبان ما ييجوا من الأسرة تعيننا ومفقدتهم واللي في حاجة عن أخو عن أخيخو فرجليكو عن أقدمكو عن قتلكوا واحد واحد شفنا عذاب شفنا دمار شفنا إيش نقولك يعني إيش بتخيلش أنا نحبسة إلي تقريبا أربع شهور ونص بقيت أول شي في براكسات كل براكسات براكس فيه مئة وخمسين واحد بعدين أنا حوالونا عزقلاء الله الكهربة اللي أكلتها بتوزع غزة منها إلى مئة سنة الكهربة العجزبي لما يجدك تموت حزك تموت يسبوك كل يوم لازم تقول كتب كل يوم وغير الكلاب اللي بقوا يجبوها إلى الضفة الغربية المحتلة حيث سشهد 12 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في أقلم 48 ساعة وقد تصد مقاومون فلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطا شرق نابلس وشهد المخيم انفجارات متتالية واشتباكات حيث استهدف المقاومون قوة راجلة من جيش الاحتلال بعبوة متفجرة ودهمت قوات الاحتلال منزلا في حارة الحشاشين بالتزامن مع دخول جرافة عسكرية إلى المنطقة وكان الاحتلال قد اغتال أربعة شبان في قرية كفر نعمة غرب رمالله فيما عمل أضراب العام رمالله والبيري ونظمت القوى فيها اعتصاما تنديدا بجرائم الاحتلال وإسنادا للأسرى تقرير نسرين سلمي جريمة اسرائيلية جديدة راح ضحيتها أربعة من الشهداء في قرية كفر نعمة غرب رمالله آثارها لا تزال حاضرة في شوارع القرية التي شهدت اقتحاما وعملية اغتيال استهدفت الشهيد محمد رسلان الذي تتهمه اسرائيل بتنفيذ عملية حرق منازل متنقلة للمستوطنين فيما ارتقى الشهداء ثلاثة محمد جابر ورجل عطايا ووسيم أبو عادي بعد استهداف مركبتهم بوابلة من الرصاص قوات الاحتلال احتجزت جتامين الشهداء وفجرت سيارة الشهيد رسلان مدعية أنها تحوي متفجرات فكان بنخوي هان أول بدي أطلع بسيارة كانت هان وصارت لنقوا علي النار وجين سيارات أي سيارة بكت في الشارع تمرك بكوا يعني مستهدفة يطلقوا عليها النوع ما خدوش ولا سيارة بلسطن الآن نستنى للساعة واحدة في الليل تا راح الجيش ورحنا شفنا السيارة تلع بها ابني الآن نخردك ولا بها إشي صالح الإضراب عمى مدينة تيرام الله والبيري حدادا على أرواح الشهداء فيما نددت القوى الوطنية بالجريمة الإسرائيلية إسرائيل في الضفة الغربية يتمارس حرب استنزاف تقتحم القرى في عدة مواقع والمخيمات في نفس الوقت وتحاول مشاغلة الناس باعتبار أنها توطي الانطباع أنها موجودة في كل مكان وأن أمنها قادر على قمع الناس وعلى المبادرة لمباغة الناشطين ولكن بصراحة هذا لا يزيد الشعب الفلسطيني لأسرارا وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق الأسرى وخصوصا الغزيين نظمت المؤسسات التي تعنى بالأسرى اعتصابا في مدينة تيري مطالبين بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى ويشار إلى أن عدد من اعتقلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تجاوز 12 ألف أسير مع أسرى قطاع غزة الذين يتكتم الاحتلال على أوضاعهم عمليات الاعتقال والاغتيال التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين تهدف إلى وعد مقاومة يؤكد المراقبون أنها حتما ستشتعل إذا ما واصلت إسرائيل عدوانها على الضفة وغزة نصر سلمي رغم الله الميادين أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصف هدف حيوي في إيلات أم الرشراش المحتلة بوسطة طائرات المسيرة ويتذلك بعد أن أعلنت ضرب هدف حيوي في ميناء حيفا بوسطة الطائرات المسيرة أيضا الإعلام الإسرائيلي كان قد أعلن سماع عدوي انفجار قوي في حيفا والكريوت وقال إنه ناتج من ضرب مسيرات من العراق هدفا في الميناء تستمر الاحتجاجات في عواصم ومدن غربية دعما لفلسطين فقد تظاهر حشد من طلاب جامعة كاليفورنيا في حرم جامعتهم حيث تقام مخيمات التضامن مع غزة وأظهرت المشاهد اشتباك المتظاهرين مع قوات الشرطة التي حاولت تفريقهم وحمل المتظاهرون نعشا وهميا للإشارة إلى شهداء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة كذلك تستمر التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية في عموم مدن المغرب حيث احتشد المئات أمام البرلمان في الرباط مطالبين بإنهاء العدوان على غزة المتظاهرون جددوا مناشدتهم لإلغاء اتفاقية التطبيع مع الاحتلال وإيقاف أشكاله كافة وفي سياق متصل تظاهر مئات المحامين بلباس عملهم في كثير من المدن دعما لقرارة محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل مزيد من التحديات يخيم على العلاقة الصينية الإسرائيلية ارتفعت حدتها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة فما هو تأثير هذه التطورات على العلاقة بين البلدين سياسيا واقتصاديا تقرير جواد علي شهر العسل الصيني الإسرائيلي انتهى بالتأكيد هكذا عنونت صحف صينية مؤخرا تعقيبا على التراجع الملحوظ في العلاقات بين الصين وإسرائيل بعبارات الظلم التاريخي والاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية هو جذر مشاكل الشرق الأوسط يمكن تلخص الموقف السياسي الصيني من الحرب على غزة ناهيك بالمطالبة الدائمة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وبعدم إدانة حركات المقاومة فضلا عن رعاية اجتماعة فلسطينية في بكين بهدف الوصول لمصالحة داخلية مستدامة بين جميع أطراف البيت الواحد نحن كصينيين ارتحنا من الحرب منذ وقت طويل والآن نتمنى أن نجد فرصة أيضا لمساعدة الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن اقتصاديا شهدت التجارة بين الصين وإسرائيل انخفاضا حادا بنسبة تزيد على 7% عام 2023 مقارنة بالعام السابق ولم تجتمع اللجنة المشتركة الصينية الإسرائيلية للتعاون في مجال الابتكار منذ اجتماعها الافتراضي في عام 2022 والذي أعقب انقطاعا دام أربع سنوات بعد عام 2018 لقد عان الصينيون في تاريخهم من الحروب والمعارك أيضا وقد ذوقنا المرارة نفسها التي يذوقها الفلسطينيون اليوم فنحن نشعر بهم لا تنتهي جوانب تأثير العلاقة السلبية إذ تمتد إلى اللبنة الأساسية للصين وهي الموقف الشعبي الذي يحمل تضامنا كاملا مع الفلسطينيين ويرفض جرائم الاحتلال ويندد بها مواقع التواصل الاجتماعي الصينية تعج بحملات التضامن شبه اليومية مع غزة وشعبها لا تغيب واشنطن عن المشهد فتأثر علاقاتها معها كحليفة لإسرائيل ودعم الأخيرتين الانفصالي تايوان والحديث عن صفقات السلاح المتبادل بينهم يفتح الباب على مصرعه أمام مزيد من التدهور في العلاقة فهل تتسم الصورة المقبلة بمزيد من التحديات؟ جواد علي بكين الميادين خرج محتجون إلى شوارع باريس منددين بما حققه أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية وأظهرت المشاهد تحول شوارع باريس إلى حق لمطاردة وتعقب من جانب الشرطة بحق المحتجين وأفيد بتسجيل كثير من الإصابات بسبب الضرب بالهروات وأعقاب البنادق إضافة إلى إطلاق قنابل الغاز إذا لم نتحد سيقبض اليمين المتشدد أو الفاشية الجديدة بحسب أطراف في اليسار على فرنسا مجتمعا وسياسة ومصيرا هذه خلاصة مداولات أحزاب اليسار الفرنسي التي التقت في اجتماع طارئ واتفقت على التوحد في جبهة شعبية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة الخطوة الطارئة لليسار الفرنسي فرضتها التطورات المتسارعة الفوز الكاسح لليمين المتشدد في الانتخابات الأوروبية ثم حل البرلمان تطورات أشعلت الشارع اليسارية الذي انتفض وكان هتافه الأول لنتوحد في المواجهة انتفاضة المتدريين من خطر تقدم اليمين المتشدد إلى الحكم في حال انتزاعه الأغلبية في البرلمان المقبل تندرج في بعدين سياسي وشعبي بحسب رئيسة نقابات السي جي تي دعت الكنفدرالية العامة للشغل في فرنسا إلى جبهة شعبية وبفضل التعبيات الاجتماعية الكبيرة ووحدة القوى اليسارية تمكننا من تحقيق واحدة من أكبر الفتوحات الاجتماعية التي عرفتها البلاد لم تسطر الأحداث بعد بل نرسم الفارقة بأيدينا أدعو كل من يهتموا بمصير هذه البلاد إلى النزول إلى الشارع في عطلة نهاية الأسبوع وأدعو إلى انتفاضة شعبية ليست استطلاعات الرائية التي تصنع الانتخابات بل نحن من نسيطر على مصيرنا من خلال غزو الشوارع وسنضيق الاقتراع في الثلاثين من حزيران يونيو المقبل ردود الفعل على توحد اليسار تكشف فعالات اليمين المتشدد واللوب الإسرائيلي الذين اتفقا على وصفه باتفاق العار فيما كان الشارع يغلي لدى كل الأطراف ويتوقع أن يتصعد الغلايان مع التظاهرات المنتظرة لحجد أنصار اليسار وشد العصب قبيل انتخابات تشريعية من الممكن أن تضع فرنسا على خط التوتر العالي ولسيما أن نتائج الانتخابات المقبلة ستؤدي دورا موجها في تأكيد فرنسا ومستقبلها أو تغييرها في أول محاكمة بقضية جنائية تستهدف نجل رئيس أمريكي في منصبه دانت هيئة محلفين هانتر بايدن بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية عندما كان مدمن مخدرات هانتر نجلو الرئيس جو بايدن أدين بجميع التهم الفيدرالية الثلاث موجهة له والتهم بالكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاح ناريا عام 2018 ما يعد جناية ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا صفحات الميادين نت باللغات العربية والانجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة